نفى المركز الأعلامي لمجلس الوزراء صحة فيديو تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي يزعم نشوبة مشاجرة بأحد فنادق الغردقة نتيجة تقديم لحوم غير صالحة للنزلاء واضح المركز أنه فور تداول الفيديو تم تشكيل لجنة من مسؤول كل من وزارة السياحة والآثار ومديرية الطب البيطارية بمحافظة البحر الأحمر وغرفة المنشآت الفندقية لفحص اللحوم الموجودة بهذه المنشآة الفندقية للتأكد من سلامتها والكشف عن مدى جودتها مؤكدا أن جميع اللحوم المقدمة بالمنشآة الفندقية سليمة وسرية الصلاحية دون وجود أي أنواع من اللحوم المخالفة